أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى إرشاد سياحي جامعة لقصر أهلا وسهلا بحضراتكو النهاردة محاضرة جديدة من محاضرات أثار مصر السفلة موضوعنا النهاردة هو جبانة أبو سير وحنبدأ بقى أول حاجة إيه هي lecture objectives أو أهداف المحاضرة دي أول حاجة إن احنا يكون عندنا فكرة عما عن الجبانة والعناصر بتاعتها وحاجة تانية هي إن احنا نعرف تاريخ الجبانة طيب يبقى أول حاجة هتكلم عنها ليه جبانة أبو سير هي مهمة مبدئيا نادرا ما تحصل منطقة أبو سير على التقطير اللي تستحقه وده في الواقع لإني في كتب كتير بتتجاهل الكلام عن المنطقة دي رغم إن لها أهمية كبيرة جدا لأنها كانت في السابق مكان الدفن العديد من الفراعنة والنبلة والموظفين الكبار في مصر خاصة اللي عاشوا في خلال فترة الأسرة الخمسة في الدولة القديمة أطلق البعض تسمية أبو سير على المنطقة وبرضو في ناس سمتها منطقة ملوك الأسرة الخامسة المنسية يعني لأنها المنطقة دي كانت منسية وحتى ملوكها منسيين في التاريخ في العموم على الرغم من وجود حجم أثار كبير جدا في المنطقة ولكن مشكلة المنطقة دي أن الملوك بتوعها ما كانش عندهم نفس شهرة أسلافهم بتوع الأسرة الرابعة ولا حتى الأسرة الثالثة زي الملك زوسر مثلا طيب في حاجة احنا لازم نعرفها الشغل بقى اللي بيتم هناك في منطقة أبو سير في اكسكافيشنز أو حفاير بتتم هناك في منطقة أبو سير تقريبا من سنة 1989 في المنطقة المعروفة باسم أبو سير الجنوبية اللي بتقع في شمال غرب سقارة يعني قليلا كده شمال غرب سقارة في هناك المعهد التشيكي لعلوم المصريات أو لعلم المصريات اللي بيقوم بالبحث والدراسة للمقابر الخاصة بالهاي أوفيشلز والكهنة في الدولة القديمة زار المنطقة دي حتى قبل المعهد التشيكي العالم الألماني الشهير عالم المصريات الرائد اللي هو الليبسيوس وده تقريبا كان في منتصف القرن التسعة عشر لكن للأسف ما لقيتش المنطقة اهتمام وسقطت تلك المقابر منذ ذلك الحين في حالة سيئة محدش اهتم براجع الفريق التشيكي اللي هو يعني جه عشان يشتغل في المنطقة دي وحاول بقى يقوم بالدراسة للمقابر ويركز على حتة تطور المقابر من خلال دراسة اه مش فقط المعالم الأسرية ولكن ايضا اه يعني كل الحاجات اللي بتخص الدولة القديمة عشان يفهم ازاي طورت المقابر من الأسرة التالتة وحتى الأسرة التلاتين لان فيه زي ما قلنا اه يعني يعني فيه مختلف اه الحقب التاريخية موجودة في الجبانة بتاعة ابو سير طب لو احنا اتكلمنا عن الاسم الاسم بتاع المنطقة الاسم هو كان بير اوزير اصل الاسم كان مصري قديم واسمه بيت اوزير او معبد اوزير ابو سير هو الاسم العربي اللي يطلق على بلدة بوسريس اليونانية لان هي المنطقة كانت اسمها بوسريس يونانية كانت ودي كانت جبانة الدولة القديمة يعني جنبها بشكل كبير الاسم بقى مشتقي من كلمة بير وزير زي ما قلنا البيت او بيت اوزير او معبد اوزير ولان بتتعلق بعبادة الاله اوزوريس لان هو كان برضو بيتعبد في المنطقة هناك عدد من القرى الصغيرة في صعيد مصر وحتى في شمال مصر اسمها ابو سير يعني حتى في اسكندرية في ابو سير طب نتكلم عن المكان بقى بتاع ابو سير هي موجودة في مصر السفلة بالطبع على بعد تقريبا 5 كم شمال سقارة موجودة طبعا في الضفة الغربية لنهر النيل على حدود الصحر الكبرى وكانت جبانة رئيسية لفرعنة الاسرة الخمسة في مصر القديمة وهي تقريبا على بعد 25 كم جنوب غرب القاهرة وهي شمال سقارة وجنوب الجيزة الحاجة اللي احنا ممكن نعرفها ان هي دي من ضمن اه كانت في اقليم الاقليم الاول في مصر في من اقليم مصر السفلة واللي اسمه ويت فورترس او القلعة او الحصن الابيض اه دي كانت مكرسة لي اه زي ما قلنا او يعني الملوك بتوع الاسرة الخمسة والمعبود الرئيسي كان اوزوريس في وقتها طيب ايه بقى التطور التاريخي اللي حصل اه في بناء الاهرومات دي اول حاجة لازم نعرف ان تاريخ المنطقة يرجع الى الدولة القديمة يعني تقريبا من الاسرة التالتة لكن اهم حاجات ابتدت تتعامل كانت في الاسرة الخمسة اول فرعون بدأ البناء في ابو صير بنى معبد بقى كان ملوك يعني اول فرعون بدأ البناء هو كان اوسر كاف وده مؤسس الاسرة الخمسة بنى فيها معبد فريد من نوعه للشمس اسمه معبد الشمس اعتدنا ان نطلق عليه اسم معبد الشمس في الواقع سبب اختيار المنطقة كان لعدة اسباب ايه هي الاسباب دي اول حاجة ربما لاني كان وجود بحيرة اسمها بحيرة ابو صير جعل الموقع سهل الوصول اليه بالسفن ففيه سهولة لنقل الاحجار الحاجة التانية ربما لان جبانة سقارة وجيزة كانوا خلاص انتلقوا بالاهرامات والمقابر الخاصة بالافراد وما الى ذلك فما كانش في مكان فملوك الاسرة خمسة فضلوا انهم يروحوا يعملوا مقابرهم في مكان يعني سهل انك تلاقي في مناطق تبني فيها الاهرامات ربما ايضا في سبب ثالث ان منطقة ابو صير لها علاقة تاريخية بعبادة الشمس لذا تم فيها اقامة معبد الشمس وفي المقدمة طبعا اللي هو قوس ولكاف هو اول واحد بنى معبد للشمس في المنطقة بتاعة ابو صير في حاجة بقى لازم نعرفها اللي هي ايه انه لاحظنا في الاهرامات بتاعة المنطقة بتاعة ابو صير ان الجودة والحجم بتاع الاهرامات بالمقارنة مع الاهرامات بتاعة اسلاف الاسرة الخمسة الاسلاف اللامعين من الاسرة الرابعة والاسرة التالتة زي يعني على وضع الخصوص اهرامات جديدة مثلا بما في ذلك الهرم الاكبر بتاع خوفه وبرضو في الاسرة التالتة هرم زوصر من الاسرة السلسة لدينا ان لا يعني في اختلاف الاسرة التالتة والرابعة في جودة في الحجر افضل بكتير من الاسرة الخمسة السبب في ده هو ايه بقى ان الاهرامات بتاعة ابو صير ربما يكون تم بنائها عشان تم بنائها يعني من الحجر المحلي وهو في الواقع ده مش يعني مش على جودة عالية هو اقل جودة من الكتل الكبيرة اللي كانت بتيجي وكنا بننقلها لاميال لبناء الاهرامات في الجيزة وسقارة وده ربما يشير الى يعني تضاقل السلطة الملكية او يشير ضمنيا الى ان الفراعنة دولة بتوع الاسرة الخمسة كانوا يعني كانت الصروة بتاعتهم بتذهب لحاجات واهتمامات اخرى او ربما يكون عندهم يعني اعباء اخرى فكانت يعني الموارد بتاعتهم بتروح بعيد عن الاهتمام ببناء الاهرامات بالشكل المثالي طيب احنا لازم نعرف ان الحاجة اللي بتميز منطقة بصير هي معابد الشمس تمام احنا قلنا قبل كده ان اول فرغون يبني معابد شمس هو اسر كاف اللي هو الحاكم الاول او الملك الاول في الاسرة الخمسة طب هو قام ببناء اول معابد شمس معروف في الموقع قام عدد من خلفائه ايضا ببناء معابد شمسية في بصير لكنهم اختاروا ايضا بناء اهرامات الدفن يعني قريبة من المعابد بتاعتهم بس اسر كاف ما عمدش كده اسر كاف بنا هرمه في منطقة فين سقارة ليه بقى جنب الجدار الصور بتاع الكمبليكس او مجموعة سقارة بتاعت زوسر هو بنا هرمه انما المعبد الشمس هو بناه في ابو سير برضو من كوحور ربما يكون هو اخر واحد بنا معبد شمس في المنطقة وبرضو زيه زيه اسر كاف لما جاب بنا هرمه ما بناهوش في ابو سير وانما بناه في منطقة تانية خالص وهي ضغشور بعد كده في فترة لاحقة من الاسر الخمسة لقينا ان الفراعنة تخلوا تماما عن جبانة ابو سير لكن هي ظلت شائعة لدى النبلاء المصريين طوال التاريخ الفرعوني وخصوصا في الاسرة السادة لقينا برضو حاجات اتبنت ولكن مش لملوك وانما لنبلاء ولمجموعة من الاشراف ده الشكل اللي قدامنا ده هو السولر تيمبل كان شكله كده ودي البقايا بتاعة السولر تيمبلز اللي موجودة في منطقة ابو سير طيب اهنا لو بصينا هنا حلاقي انه على الرغم من انه كان تقريبا هناك اربعتاشر هرم في جبانة ابو سير الا ان اربعة منهم فقط لا تزال في حالة يمكن التعرف عليها ودي زي اهرامات صحرة ونفر اركة رع وني وسر رع وني وسر رع ده يعتبر هو افضل حالا من سابقية هرم نفر افرع ده غير مكتمل برضو ده هرم برضو مهم ولكنه غير مكتمل وهناك عدد من الاهرامات والمصاطب الاصغر في المنطقة اللي انهارت بقى الى حد كبير زي هرم مخصص للملكة اللي اسمها خنتي كاوس الثانية الثانية وزوجة اللي هي كانت زوجة نيفر اير كارع الملك يعني وفي قبر مخصص لبتاح شبسس وبرضو ده في حالة سيئة المهم احنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل لان احنا جايل له طيب احنا لو اتكلمنا بقى عن البيرميتز اون دي سايت لو بصينا كده هلاقي انه في المنطقة دي جميع الاهرامات بتاعت ابو سير تقريبا كانت كلها اهرامات مدرجة عكس اهرامات الجيزة وسقارة الحقيقية يعني او الجيزة بالتحديد وضهشور لقينا انه في دليل انه هرام نيفر اير كارع كان في الاول مصاطب مدرج وبعدين اتحول الى هرام حقيقي اهرامات صحه رع ونيفر اير كارع الغير مكتملة ونيفر اف رع كلها محازية لهاليوبلس دي اه اللي هو هاليوبلس اللي هي ايونو طبعا مركز عبادة اله الشمس رع ادي المقابل لو حضرتكم بصين كده هتلاقي ان فيه في الصور يعني زي ما شايفين كده انه فيه مصاطب مبنية فوق بعض ولكن بعدين اتكملت عشان تبقى يعني كهرم حقيقي عشان تبان كهرم حقيقي الحاجة اللي احنا هتكلم عنها بعد كده وهي البرديات اللي اتوجدت في ابو سير فيه اكتشاف مهم جدا يعني مختصة في منطقة ابو سير وهي برديات ابو سير تعتبر البرديات دي هي اكبر اكتشافات ورق بردي حتى الان منذ عصر الدولة القديمة في مصر وهي موجوة مجموعة من اوراق البردي الادارية يعني اللي بتكلم عن وثائق ادارية ترجع تاريخي الاسر الخامسة وبتتكلم على يعني تشمل جداول نوبات العمل في الكهنة ازاي تشغيل المعبد الجنزي قوائم جرد المعدات قوائم القرابين اليومية لمعابد الشمس اللي كانت موجودة في بغراب وبرضو الخطابات والتصريح والمراسيم اللي بتأكد ارادات المعابد وبتكلم عن ارادات المعابد والاصلاحات اللي كانت بتكون في المعابد والحاجات دي لقيناها في مجمعات المعبد معابد بعض الملوك زي نفر اير كارا كاكاي والملك نفر افراع وحتى الملكة خينتي كاوس التانية ودي من اهم الاكتشافات واللي موجودة في متاحف كتير يعني في خارج مصر طيب ايه تكوين بقى الجبانة لازم نعرف ان الجبانة دي اللي هي مكونات فيها اهرامات رئيسية وفيها اهرامات صغيرة الاهرامات الرئيسية احنا اتكلمنا عليهم وهما فيه تلاتة رئيسيين اللي هو نفر اير كارا كاكاي وده اطول حاجة موجودة وبعدين نيويس الراء وده احسن حالة يعني وبعدين فيه صاحراء وده يعني معمول بشكل جميل جدا دي هي الاهرامات الرئيسية نبص عليهم ادي نفر اير كارا كاكاي ادي الهرام بتاعه وبعدين هنا نيويس الراء المجموعة الجنازية بتاعته وزي محاولاتكم شايفين الهرام دلوقتي شكله ازاي وبعدين هنا ده بتاع صاحراء طب المنطقة دي فيها زي ما قلنا الاهرامات الرئيسية بس فيه حاجة تانية اسمها الاهرامات الصغيرة او الاصغر وده زي بتاعت نفر افراع وده غير مكتمل وبرضو خنتي كاوس وشبس سكاراع وبرضو فيه يعني ملكات اللي هو سميناهم باسم العالم الالماني الليبسيوس بيراميد نمبر 24 وليبسيوس بيراميد 25 بعد كده فيه مصاطب بقى فيه مصاطب لحاشية الملك الهاي اوفيشالز وفيه اللوور رانكينج اوفيشالز هنتكلم الاول عن حاشية الملك والهاي اوفيشالز ودي كان فيه مقبرة لوزير اه اه اسمه بتاع شبسس وكان فيه امير اسمه ناخت كاراع اوكي دي مقابر موجودة للكورتيرز او الهاي اوفيشالز بعد كده هنا فيه اه ابوسير ساوث ودي موجود فيها اللي هما اقل بقى من اللي فاتوا يعني دولة موظفين بس اقل وفيه من جنبهم حاجات بقى ترجع للعصر الاسرة التالتة والربعة والخمسة والليل حتى عصر الأسرة الستة يعني خمسة وستة كله ده يعني متضمنة يعني الدولة القديمة في معظم حقبتها طيب هنا بقى بعد كده هنشوف انه اكتمل برضو العمل في منطقة أبو صير وجبانة أبو صير وما اقتصرش العمل على ولكن بعد كده في السيد كان في عصر السيد العصر الساوي عصر أسرة ستة وعشرين والبيرجين واللي هو سبعة وعشرين يعني أسرة ستة وعشرين وأسرة سبعة وعشرين كان فيه بعض المقابر اللي اتعاملت من العصور دي زي مقبرة بادي حور وبرضو أدي حور رع سينت ومقابر أخرى كانت اتعاملت في العصور دي آخر حاجة بقى هتكلم عنها في المنطقة بتاعت أبو صير دي إلى إينا معبد بيرجع تاريخه إلى عصر الملك رامسيس الثاني هو يقع تقريبا حوالي 500 متر جنوب شرق الأهرامات بتاعت أبو صير وبالقرب من المنطقة الزراعية في أبو صير تم البناء بوسطة الحجر الجديري للمعبد ده في معظمه يعني عشان فيه مود بريك برضو في طوب لابن لكن في 2017 لما تم الكشف عن المقبرة المعبد ده بوسطة البعثة المصرية تشيكية اللي بتعمل هناك لقوا أن أطوال المعبد تقريبا من 32 في 52 ويعتقد أنه هو كان مخصص أو يعني في الغالب هو كان مخصص للعبادة الشمس ولسيامة عبادة الإلهراع طبعا وأمون ونخبت وتم العصور زي ما حدقاتكم شايفين في الصورة اللي دعت على بعض النقوش اللي بتمثل الملك رمسيس التاني آخر حاجة حنقولها وهي أنه في 2011 لما حصلت الثورة قام يعني بعض اللصوص وبعض المخربين بتخريب بعض الأليمنس أو بعض العناصر بتاعت الجبانة دي ومن ضمنها الفولس دور أو الباب الوهمي بتاع راح حتب اللي هو كان كاهن آآ وفي حاجات تتسرقت برضو في نفس الوقت آآ كده احنا خلصنا المحاضرة آآ دي الأسئلة حاولوا تجاوبوا عليها أشكركم وشكرا جزيلا